السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم بدنا نشرح طريقة تثبيت تعريفات الاندرويد. عشان تقدر تشتغل على ادات تي اف تي. لانو كثير من التعليقات بيبعتوا لي الجهاز غير متصل. اه الكمبيوتر مش راضي ياخد الامر. مش راضية. يعني احنا شرحنا البرنامج والناس نزلت البرنامج اوكي وبيحاول بس نسي موضوع التعريف. مع اني حاط رابطين للتعريفات في داخل الوصف. يعني فيديو هين للتعريفات. اه انو ينزلوا التعريفات ويثبتوها. بس ما اشرح هاي الطريق التنزيل هاي التعريفات. في الفيديو هاو بابدى اطول عليكم. بدي اشرح طريق التثبيت جميع تعريفات الاندرويد. يا ريت بالبداية لا تنسى تضغط لايك. تشترك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا ما بشرح غير البرامج المجانية فقط. بتهمنا بالسوفتوير. اول شي راح اترك لكم هذا الرابط في الوصف ملف جمعتلكم اياه عشان تتاقبوا فيه كل التعريفات تاعت الاجهزة وما تتغلبوا في الموضوع نهائي. من فكة ضغط الملف. راح اترك لك كلمة السر للفك الضغط لل يو اي واي. نضغط اوكي. بعد ما يفك الضغط مباشرة بفتح الملف. عندك هنا تلات ملفات. بنبلش بملف اللي هو تي اف تي. هذا البرنامج من تي اف تي نفسه. بنفك الضغط تبعه. كلمة السر تي اف تي. كابتل. تي اف تي كابتل. كاتبلكم اياها انا. زي ما انتم شايفين. باسورد تي اف تي. يعني في نفس الوصف مكتوب. راح يكتب لي حدا بالتعليقات شو كلمة السر. واش راح يكون حاضر الفيديو اصلا. يعني في ناس بس بتدخل هيك. بعدين تسأل. بعدين ترجع. صعب. نفتح اداة تي اف تي. ما نبلش فيها. لا تتركوا لا خيار. لانه يا جماعة اي حدا بسألني سؤال موجود داخل الفيديو راح اكتب له جوابي اشاهد الفيديو. اكتر من ايك ما راح اجاوب. يعني اذا كنت اي شي انا شارحه فرح اجاوبه شاهد الفيديو عشان تشوف. هاي الاداة تاعة تي اف تي. بيرجين اتنين. هاي الاداة. بتوفر لك تعريفات هاي الاجهزة كلها. هلا انت عشان يكون الوضع عندك كامل. يكون عندك تعريفات الامتيكي. اي دي بي. السامسونج. اه الهواوي. الاوبو. التكنو. بدك تنزل كل هاي التعريفات. وفيه تعريفات بدنا نشتغلها بشكل يدوي. اللي عشان تقدر تشتغل فيها على السوفتوير. ووضع البروم. فعشان هيك بدك تتابع الفيديو خطوة بخطوة زي ما راح نعمل بالزبط. اول شي راح اعمل صح على اول وحدة. اعمل انستول درويب. خلص. فنش. بروح على اللي بعدها. انستول درويب. هون برولي اه هون بيعطيني اني انا منزل نسخة. بدك تنزلها تمسحها. فانا ما بدي انا مسحها. انت بدك تعمل انستول وتكمل. بتروح على اللي بعديها. يوس بي دي كي. طبعا. هاي كمان الى شغل. يعني هاي كمان نشتغلها بطريقة ثانية. ولا يعني حاول انك تكمل الفيديو عشان تنزل تعريفاتك كاملة وما يصير عندك مشاكل بالتعريفة. في تعريفات لازم ننزلها بشكل يدول. ما راح تزبط انه تعملها انستول وخلص. هيك بلش. نزل. فانا يا جماعة في قائمة تشغيل فيها جميع يعني حوالي خمسة تلاتين فيديو. خمسة تلاتين جهاز. كل ما يسحل جهاز. كل ما اشتغل جهاز بنسل لكم طريقة اتفك اه الجهاز وتكويره على برنامج تي افتي المجاني. زي ما انتم سامعين صار يلغي تعريفات ويرجع يعرف. ويزبط التعريفات ويزبط نوره. ما راح عمل منتاج دا الفيديو لانه هب مهم انه انت تكمله. مهم تي مش معاه خطوة خطوة. عشان يكون عندك تعريفات كاملة تأتي الجهاز. لما تشفيك جهازك وتعطيه الامر في افتي ياخد الامر ويشتغل. يعطيك السوفتوير اللي بدك اياه كامل. مش يعطيه غير متصل ويعطيك اخطاء بالاحمر واخطاء كده. وان بطلب آآ رستارت ما بدي عمل رستار. بروح على الخيار اللي بعده. امتي بي. وبعمل له انستول ترويب. باختار هادو الخيار. هادو الخيار مهم يعني لبعضهم الاجهزة. طبعا الاداة تي افتي كمان بتنزلك الخيار. يعني بتنزلك الامتي بي لما تيج تعمل آآ على نجمة مربع صفر مربع. يعني هي بتنزل الخيار الامتي بي لحاله. انا لانه نازل عندي ما راح ينزل. بعدين هون عندك خيار للسامسونج. لاجهزة السامسونج. بنعمل صح. بعدين انستول. انا برضو اعطاني انه عندك نسخة بدك تمسح. او بدك تكمل. خليني انا نزلها. هاي النسخة. نيكست نيكست انستول. هاي تعريفات بالنسبة لتعريفات السامسونج. طبعا يا جماعة علبة كلا اندومي. مبدان مجاهز زي راحتها مجي ادره تحمل. يعني ايه خاطرة جلديد. بس عبا ما ينزل تعريف السامسونج. نعطيها شوية من دول. هيك ابلد شي نزل تعريف السامسونج. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا يا جماعة عشان تضبط معك التعريفات لازم تكون توقع الاندومي. عشان تضبطين. تعريفات السامسونج توقت شوية وقت لانه ملفة كبيرة فيها مجموعة كبيرة من التعريفات تعرف لك يعني كل الاجهة تماما. اني كل الاجهة السامسونج تتعرف من واسطة فعم تقدر تخليه يبلق يعني يكون يشتغل وتكمل على الخطوة البعديها بس احنا ما نمشي خطوة خطوة عشان ما نصير اخطاء بالتعريفات. يمه لحب يمه. جماعة من ريحة وهذا مش يادر حتى اخلص الفيديو بعدين اكملها وانا يا جماعة انا بفيديوهاتي بحب بش اعمل منتاج. لانه احيانا ممكن تشيل شغلة بسيطة تكون مهمة كتير في الفيديو. بحاول فيديوهاتي تكون مختصرة. بس هذا الفيديو مش راح يزبط يكون مختصر لانه هو التعريفات. ارجع على كل فيديوهاتي السابقة بتلاقي الكل بسألني الجهاز مش غير متصل. طب كيف بتنزل التعريفات طب كيف انا مش شارح فيديو. بس اللي بسألني اللي ما فيها ببعدتوا فيديو. انو اي التعريفات نزل. يعني عشان نقدر يحل الموضوع. بس ناس يحط اللي الحارقة دماغ. اه سلام. اي تقريبا خلص. اي قلص سامسون. بنروه هما. بعديها نيو كوالاكم. على تعريفات لكوالاكم. نعمل الستور. نحط الصح عليها. هون انا تقع. اه هون يعطيك انه انا منزده. هون زي ما انتم شايفين اعطاني اوبو. برنامج الابو. طبعا هون مش بس اوبو. والفكرة انه اوبو تيكنو فينيكس. هدولا اجهز تعريفاتهم زي بعض يا جماعة. فهو لما ينزل لك يا هذا بشمل كل التعريفات هاي الاجهز. هاي تاني. الو برضو بنعمل له صح. بعمل بعدها منروح على ضغط عليهم مع بعض. اه هادا الاحداث. طبعا زي ما انتم شايفين بالصيني بالياباني بالعني اللغة اللي ما انتم تكتوبها. بس مش مهمين. شايفين هيك بعمل اه بعمل وانا بزبط في التعريفات. بنعمل له اللي هي الخيرار الثاني. بعدها منباشرة بنروح على كيو دي لودا. انا اه اوكي. هون لاني انا منزل. هس ما بصير يا جماعة ننزل بتعريف مرتين. بس برضو هذا التعريف لازم بتنزله. لما تكون منزله الاول مرة راح ينزل معك. مترولا برضو بتنزله. طبعا مش موضوع مترولا انت فش عندك اجهزة مترولا. هسه فيه تعريفات معينة موجودة في الموترولا بتشغل اجهزة تانية. هاي المعلومة اللي لازم تعرفها. يعني انت قاعد بتقول لي اسه بنزل يا طب هذا اوبو. طب انا تليفوني انفينيكس. تعريفات الاوبو. تعريفات الموترولا. نفسها تعريفات التكنو. يعني كل التعريفات زي بعض. فهور بكون في ملفات وهم ملفات نقصة. هاي الملفات بتكمل هاي الملفات. هاي يكلوز ومخلصها. بسه الاس بي دي عشان برضو موضوع اللي هو برضو للسوفتوير. هو كلو نازل انا عندي بس انا بعيد تنزيله بس يا جماعة عشان تمشي خطوة خطوة عليك. عشان تشوف شو اللي بصير وتكمل. طبعا لما بطلب منك رستارت اعمل رستارت. وارجع افتح وكمل الخطوة اللي بعديها اللي بعديها. انت بصير جهازك كامل عليه كل تعريفات الاندرويد وما بتتغلب ولا بقية تعريف بعد هيك. خلص. انت بعد الملفات ما يكون عندك. فكه ما تنزله. انت اي جهازك تشفكه على الكمبيوتر عندك تعريفه بكون متوفر عندك. ما بتتغلب فيه نهاية. وهلأ برضو خلصنا. نستنى بس لا يخلص عشان ناخد البيبو. هاي الهواوي برضو بننزلها يدوي. رح اعطيه من هون بس رح نزلها يدوي. ليش? عشان مزلتها من هون ما رح تشتغل معك كل الاجهزة. لازم نعمل حركة لولبية. عشان زي هاي الحركة بزي. زي ما بطلعض يا جماعة كتابة صيني ياباني مش عارك شو هي. كاي اللي هي تعريفات الاجهزة. هذا كمان تعريف للبيبو. واجهزة يعني بده عملك كل اجهزة تلبيبو. ولما تكون كل اجهزة تلبيبو فالأمتيكي السبيدروم. ولكم. فبتكون كل التعريفات. فهي التعريفات تفيدك في كل الاجهزة. حط لكم صورة الاندومي على الغلاق يا جماعة. تقريبا نخلص. هلأ هاو التعريف مهم يا جماعة. هذا يعني هذا التعريف بالنسبة لهواوي. ليش? عشان موضوع تست بوينت. كل اجهزة تست بوينت. يعني لكل الاجهزة اللي بتاخد تست بوينت. هذا التعريف مهم جدا. انه نعرف كيف ننزقه على الجهاز. مشان هيك حكتلكم. خلينا نركز في الفيديو مزموين. بس ما نجرب النزل من هنا هيك تنزيل. بس راح نعمل جزء يدوي. مشان يشتغل بعض. نعمل جزء يعمل لوض. دل احطوا انه هادا التعريف انا اصلا تركيكم اياه هون لحاله. برضو تركيكم اياه لحاله. ليش? لانه ممكن من تنزيله من هون يعمل معكم. اغالط مع بعض الاجهزة. عشان تنزلوا صح لازم تنزلوا بالطريقة اللي انا. راح اشرح لك يا هلو. ما اخد بالطريقة هاي. اه اعطي النوع نستود. كمل. هاد برنامج الفلتر لما يصير فيه عنده غغال التعريفات مع بعض. هاي باش راح لكم اياها على تي اف تي. كيف تعمل اه دي سيبل اه سينيور. خلينا هلأ نتكت ضغط الملفات. هاد الملف مهم عشان التست بوينت تكون الاجهزة اللي في دعم التست بوينت. راح تلاقي فيه هون ملفات اربعة وستين. في عندك اللي اتنين متلاتين. كيف بدنا نعرض? نروح على ماي كمبيوتر. نضغط بروبرتز. نروح على ديفايس منيجر. نسكر هاي. نيجي هون نعمل اه نعمل شو هيدم فايل. بعدين نضغط هون ضغطة. بنرجع بنعمل ادد. نروح نيكس. نروح على الخيار الاسفل. بعدين هون نروح ننزل لعند. بعدين نعمل نيكس. بعدين نروح على. ميدياتك. بعدين. اه لأ مش هاد التعريف اللي بدي نزده هسا. بنزد لكم تعريف تاني بعدين نرجع. خلينا نروح على هابدسك. اوكي. نروح على ديسكتوب. اوين انا منزم هون التعريفات. انا عندي نسخة اربعة و سلقين. راح اختار. سير. اوكي. زي ما انتم شايفين هنا طلع لانها دور بسيارات. بنختار هاد الخيار. بنعطيه. نزلنا هذا التعريف. بنرجع عليها كمان ما. نعمل برضو ادد. ونروح نيكس وانستور. شغل. برضو بيكون. لان هنا جوجل. طلع لنا هنا الميديا. برضو بنستور. برضو بنستور. جوجل. ادي بي. نيكس وبيش. انا اللي عملته يا جماعة نزلت له التعريفات راح يطيبها منك لما تشبك الجهاز. برضو بنزل تعريف اليو اس بي دي كي. طبعا يو اس بي دي كي مجرد ما فتحته بيبلش بنزل وبيخلص لحاله. يعني ما راح يعني بطلع لك خيار واحد على الشاشة. بس لما يكون نازل عندك ما راح يعطيك اكثر مما. بس انا هنا نزلت التعريفات للجهاز وصار الوضع تمام ومية مية. حلا في حال انك حسيت انه التعريفات عندك متداخلة في بعض يعني البرنامج بتيجي بتعطيه ستارت. عشان الامر. بلاقي انه الامر مثل على سبيل المثال قليل نبتحك بيع بطير. يعني اعطيته امر بروم. وما بيعطيك على الشاشة انه تكبس زائد ناقص واشبك الكابل. يعني بيعطيك انه خلص الامر. يعني مباشرة بيعطيك انه نخلص. شو بيكون في عندك؟ في عندك مشكلة انه التعريف معلق. فشو تحل هذه المشكلة? انك تعمله هذا الخيار اللي هسه راح تورجيكي. الفيديو صار طويل كتير بس بشو بيدي يعني دون تعريفات وكل بسأل فحكيك لازم عمل. بتروح هون على تضغط على اه مالش يا جماعة دخل نزبون انا بحكة. تروح على تضغط على وراح يتمكنك تعمل تعمل وبرجع. في عندك الخيار هون اكل بروسس. هدولا الخيارات يعني هذا الخيار وهذا الخيار. اه هون عندك كمان تنزيل الامتي بي زي ما حكتلكم هو بنزده مباشر لما تيجي تعطيه خياره من الفونكشن امتي بي باي باس لحاله بنزل التعريف على الجهز. هاد البرنامج رائع يا جماعة. بوضعه عمليلك تعريفات على جنب. حبينا نشرح طريقة التعريف عشان الناس اللي اشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.